الحلقة وكل حاجة بس يعني لازم أشوف البنالتيات يعني ما هو دا يعني ما قدرش ما تفرجت على الماتش كله جات على البنالتيات وروح يعني لازم أشوف مين اللي هيشوت الوينش جمهور الزمالك منفعل جدا تصدد ماتش كده خلاص أنا يعني ما عنديش أمل أنه يبقى فيه حاجة في الماتش خلاص كانت سهلة جدا جوني الهلال بصراحة حركته بولوينش ضيع أنا أظن أن الماتش كده انتهى خلاص آه لسه فيك كرة كمان بس أنا أظن أنه ما فيش أمل مش وارد مش وارد مش وارد طبعا يعني لو الفارد هو متحرك من قبل الكرة آه رجله على الخط ماشي ماشي يا كريم يلا عواد يلا عواد انت اللي شايل آه لو جدي خلاص الهلال ليكسب الكاس الهلال بطلا لكاس اللوسيل أبطال الدوري مبروك الهلال بصراحة الهلال لعب أحسن عايزين الحق يعني انت مش ممكن كمان الشوت التاني كله انت بتلعب دفاع يعني مع فرقة تقيلة زي الهلال مش ممكن شوت كامل بتلعب دفاع ومعتمد بقى على دي ضاي يجري ولا زيزو يجري ما صعب جدا يعني صعب يعني وهو كان عايز يوصل للمرحلة دي عايز يوصل للبينالتيز إنما طبعا لا عايز الحق الشوت الأول الاستحواز كان للهلال أحسن الشوت التاني انت ما كنتش موجود زمالك لم يحضر انت ما كنتش حتى بتعدي للإرية بتاعته يعني انت ما كانش عندك محاولات كتيرة جدا فمش ممكن كمان شوت كامل مع فريق تقيل زي الهلال عنده مهاجمين قوية جدا عنده لعيبة يعني موهوبة عنده ضغط كبير ضغط على الملعب من نص الملعب مش ممكن بعد ده كله تيجي تقولي انا هاخد المطش ترجمة نانسي قنقر